الساعات التي تحتدم فيها السياسة وتشتعل لغة المناكفة هنا أو هناك تفصل بينها دوما ساعة القضاء تلك الساعة الحاسم للقول المبين والتي تسير على نهج النزاهة والعدالة والقضاء العراقي الحاضر دوما في معترك القضايا سواء السياسية أو الاجتماعية أو الأمنية منها لم يترك أي مسألة إلا وجعل صوت المحكمة باسم القانون سيد الأمور والكلمة الفصل فيها ولأن العراق يترقب بشقيه السياسي والشعبي عملية صنع المرحلة الجديدة ليس في إنتاج الرئاسات الثلاث فقط إنما في عراق حديث يكون فيه القانون عنوان الجميع وطريق الخروج من المشكلات فإن مجلس القضاء الأعلى بقيادة رئيسه القاضي الدكتور فائق زيدان الذي قال إن القضاء هو مقياس الخير في الأمم ومعيار العظمة فيها وهو رأس مفاخر كل أمة حية وراشدة مؤكدا أن القضاء في العراق يتميز باستقلاله التام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا الاستقلال التام منحه قوة أكبر في الحفاظ على تطبيق الدستور والقانون بالشكل الصحيح وخير دليلا على حديث الرجل الأول في القضاء هو استمرار النهج فيما أنتجته المحكمة الاتحادية من حسم معركة الكتلة الأكبر ورد الدعوة المقدمة من عضوين في مجلس النواب والوقوف على شروط اختيار رئيس الجمهورية وهو نهج القضاء في إتمام المراحل القانونية تمهيدا للطبقة السياسية لصناعة القرار السيادي نحو تشكيل الحكومة الجديدة عقد القضاء جلسته الأولى في 2022 على مبدأ الإصرار في قول الحق والاستقلالية التامة فهو القضاء الذي عرف عنه بنزاهته يعدل كفة الميزان ليبقى العراق متزنا مواجها لكل الصعاب منتصرا على معارك الأزمات ترجمة نانسي قنقر